السيسي احتكر الدين ومؤسساته احتكر حتى العمل الخيري لما جمع كل الجمعات الخيرية وخلها تحت إشرافه ووزع عليهم الكراتين بنفسه في استاد القاهرة سموا بقى استاد السيسي ونخلص السيسي احتكر حتى العمل المجتمعي لما منع إفطار المطرية التاني بعد ما شاف بعينيه تجمعات ممكن تبقى خطر عليه إنه ما يعرفش يعمل التجمعات دي تجمعات فيها الدحكة لمن قلب مش ضحكة الأفلام أو ضحكة الإعلانات لا لا ضحكة بجد تجمعات فيها روح روح بجد مش الروح المصنوعة لا روح حقيقية بتاعت ناس حقيقية سواء كانوا في المطرية أو في الشيخ زايد أو في غيره المهم إن التجمعات دي بقتغيزوا لأن ده بقت بلد تانية ولعب المصري اللي عبته القوية جدا اللي طول تاريخه بيلعبها فيه أعياد رسمية وأعياد شعبية أعياد الرسمية أعياد الجهاد عيد الصورة عيد اللحفة الأعياد بتاعتهم لكن إحنا عندنا أعياد بتاعتنا العيد الكبير العيد الصغير العدرة مريم مولد العدرة يعني مولد مش عارف مين سيدي مش عارف مين الأحمد البدوي السيدة الزينب الحسين بقى الشعب ليه أعياد والدولة ليها أعياد مانناش دعوا بيكم إحنا مش تابعكم ده اللي حصل في المطارية بالضبط إنتوا تعملوا مواقبكم زي ما أنتوا عايزين وتجيبوا الكاميرات وتزبطوا الإضاءة لكن إحنا الشعب لما نعمل نعمل بالطريقة دي وبالطعم ده السيسي احتكى كل حاجة دي جات النغار وبقت خطر عليه مائدة الرحمن في المطارية أو في الشيخ زي ده أو في حيث أي تجمع ممكن يبقى خطر عليه لأنه احتكر الإعلام والفن بالشركة المتحدة اللي بتقول مين يشتغل ومين ما يشتغلش ومين يقول إيه وإمتى وإزاي وليه احتكر الرياضة بشركات المخابرات زي استادات وتسكرتي وغيره وطبعا السيسي احتكر السياسة فما حدش يقدر يفتح بوقه ويقول كلمة واحدة وإلي يكون مصيره الاعتقال والبهدلة بصف نظر عن سنه أو عن نوعه ستة أو راجل مش مهم زي كل اللي قالوا رأيهم في الانتخابات الرئاسية اللي جاية واعتبروها مصرحية مفيش شامه نفسة وإن حتان النيل أو زئاب النيل مش هيخلوا حد يعنجا بهم زي ما عمل كده الأستاذ الدكتور هاني سليمان وقالي الكلام ده قاله قاله كلمتين دول أبدا لن يقبل السيسي أن يصبح رئيسا سابقا لا يمكن أن يتصور نفسه متهما أمام محكمة عسكرية أو مدنية اللي يحاكم على جريمه لا يتخيل أن يصبح حاكما سابق يبحث عن ملجأ يعيش فيه خارج مصر خوفا من كشف فساده وفشله ده اللي قاله هاني سليمان راح فيها نفس القصة تكررت مع المعندس يحي حسين عبد الهادي اللي كتب مقار رائع بيعتبر الانتخابات اللي جاية قفا حامد وإن ما فيهاش منافسة وإن الحوت الكبير مش هيمشي بالانتخابات ده جزء من المقال أنا ممكن أقول لك كده جزء منه يعني أو قفا حامد المهندس يحي حسين عبد الهادي موقع ذات مصر تصعد الحديث في الفترة الأخيرة عن ما يروج له بخصوص الاستحقاق الانتخابي الذي تم العبث بالدستور ليتأجل من الفين واثنين وعشرين إلى الفين واربعة وعشرين ومنها إلى الفين وثلاثين ثم إلى يوم القيامة أو الموت أيهما أقرب بل يبدأ البعض بحسن نية يطرح أسماء محترمة للترشح والمنافسة من الآن ومعظم الأسماء المتداولة محترمة بالفعل ولكن ما هو مطروح ليس انتخابات وإنما مهزلة نربأ بهم أن يشاركوا فيها بماذا نسمي من يتهيأ بحماس للمشاركة في المباراة القادمة بنفس القواعد ويتوقع نتيجة مختلفة ألا يذكر كذلك بالكف المتكرر على قفا حامد في موال المنتصر بالله ووحيد سيف في المسرحية الشهيرة نحن من الداعين لتغيير النظام الفاشل سلميا ولا يكون ذلك إلا بالانتخابات كما يحدث في البلاد الطبيعية لكن ما نحن بصدده ليس انتخابات وإنما ملها والمسرحية التي يروجون لها قديمة ومملة فضلا عن أنها هابطة يعاد عرضها منذ عدة مواسم كمسرحيات عاد الإمام غير أن الأخيرة كان يمددها الجمهور بإقباله عليها لجودتها بينما المسرحية التي يسوقونها لنا تعاد بأمر المخرج للجمهور أي انتخابات تلك التي تم إقصاء كل المعارضين المحتملين منها بتلفيق قضايا واستصدار أحكام ضدهم لا تزال قائمة دون رد اعتبار واستصدار قوانين مفصلة من البرلمان المعلب تجعل العصمة في يد الرئيس مصرحية يعني ده اللي قاله الأستاذ يحيى حسين عبدالهادي أن ده فيل أن اللي بيحصل مصرحيا وعلى طول جاله الرد جاله فتم استدعاءه للتحقيق وكتب الأستاذ يحيى حسين عبدالهادي جاءني استدعاء من النيابة العامة للمثول أمام محكمة محكمة مدينة نصر باكر القميس 13 إبريل 23 متهما في قضية رقم كذا لسنة 23 لا توجد معلومات أخرى اللهم إني استودعتك أسرتي مهندس يحيى حسين عبدالهادي وقادي صورة الاستدعاء كما وردت اتنشت على طول تحطت صورة الاستدعاء وتفضل النيابة العامة القضية رقم كذا انظر ظهره بعد كده اتضحت ان التهمة غريبة جدا التهمة يا حضرات هي نفس تهمة الانجليز ضد عبدالله نريم من أول عبدالله نريم يعني التهمة هي حيازة منشورات الاستاذ خالد علي كتب يقول النيابة تحيل المهندس يحيى حسين عبدالهادي المحاكمة من جديد أمام محكمة جنح مدينة نصر وصل لنا إعلان الجلسة بالأمس وجاء به أن التهمة حيازة منشورات فذهب اليوم فريق مكتبنا لتصوير القضية والاطلاع عليها فتم اختارنا أن الملف ليس متواجد لدى القلم الجنائي لكنها بحوزة السيد المستشار رئيس الدائرة مفيش ملف طبعا مفيش قضية في النهاية التهمة دي أثرت السخرية في عهد النت وتشات جي بي تي لسه العقلية الأمنية في مصر هي نفس عقلية الاحتلال البريطاني بالزبط بالزبط نفس الكلام اللي كانوا الإنجليز بيمسكوا بيه الطالب علي طاها في كلية زراعة أو الطلب اللي اتمسكوا زمانه وتسجنه كانوا بيتمسكوا بحيازة منشورات نفس القصة دي اللي قالها سيد السليم عزوز فكتب وقال بالنص التهمة حيازة منشورات إنه الإنقلاب يصنع بدأ له دون أن يدري فالغباء جند من جنود الله حيازة منشورات في زمن الجي بي تي في حيازة منشورات في زمن الدرون في حيازة منشورات في زمن الكاميرات اللي قد كده فيه حيازة منشورات مش معقول مش معقول عقلية كويس خاوي كده مش معقول أنتم متخلفين عقليا أنور الهواري كتب بيقول أو الأستاذ أنور الهواري كتب بيقول استدعاء المعانس المثقف المحترم يحيح حسين عبدالهادي للمسؤول أم حكمة جديد بتقومت حيازة منشورات كان من التقاليد المستقرة في ظل الحكم العرفي الذي فرضته الإدارة الاستعمارية في سنوات الحرب العالمية الأولى والتانية كذلك كان من تقاليد حكومات الأقلية المستبدة زي حكومة محمد محمود سنة حجة وعشرين ولو أني محمد محمود كان رئيس حكومة ثلاث مرات ما يعرفش هو يقصد أني مرة وإسماعيل صدقي أوسخ مرة جات حكومة وبرهيم عبدالهادي ثم هي إذا كانت تصلح لتكون تومة قبل مائة عام فهي بكل يقين لا تصلح في زمن صورة المعلومات وزمن الإنترنت والموبايل الذي يمكن الأفراد دون جهد منهم من حيازة ملايين الأطنان من المعلومات التي لو طبعت في منشورات لكانت كافية لتغطية وجه الأرض وأفاق السماء عدة مرات سيبوا أصوات الاعتدال والعقل والخبرة تتكلم وتعبر عن رأيها وعن الناس بشجاعة وحرية ومروءة وأمانة والتزام ومسؤولية حيازة منشورات في زمن ده حيازة منشورات في زمن أنت بتوصل للنحية التانية للكرة الأرضية في ثانية حيازة منشورات البلوزة بقى وبنطبع محنش يعرف البلوزة طبعة البلوزة المهندس يحيي حسين بيتكلم على أنها مسرحية أيوة هي مسرحية الناس دي أدركت يا حضرات أن المصريين يحبوا اللي يمثل عليهم وأنا بقول لك من قلبي الشعب ده يحب اللي يمثل عليه تعال أطلع أتكلم بطبيعتك كده يكرهوك إنما تعال أعمل نفسك خد لك سكة كده أعمل نفسك أسأل لي ده أي حد أنت بص على مونة الشازلي هل ده إذاعة؟ يعني شوف الفرق بين مونة الشازلي وبين الأستاذة ليلة رستم هتعرف الفرق بين الرداءة وبين التمثيل يا راجل حرام عليك اتفرج على ليلة رستم يا بتزيع أو مزيع اتفرج على سامية الأتريبي وتفرج على مونة الشازلي أو مادام خواتم أو عمر أديب أو أحمد موسى كلهم بيمثلوا كل ده تمثيل حتى السيسي نفسه بالمشي بتاعته اللي يمشي كده عشرة سنطي ما تفتحش ريلك أكتر ما ده كل ده تمثيل لما وقف برق لكم وسبل وقال لك انتو بتعرفوش ان انتو نور الستات وقعت والرجالة ترميت وبقت حربة على ما هي يا بويا داري بقى على الجسس لم يا معلم لأنهم عارفين ومدركين ان انتو شعب يحب اللي يمثل عليه لكن اللي يطلع يتكلم كده ويقولك الحقيقة المرة أو كانت حلوة وحشة ما بتقبلوش ما بتقبلوش غير اللي يمثل عليكم مثل عليكم عبد الناصر فحبتوه وخرب بيتكم وطلعت وراه مسل عليكم السادات فحبتوه وأي حد يجي حتى اني نابليون نفسه لما دخل مصر طبع منشورات ما عارفش مسكوش بمنشورات ليه قال انه هو مؤمن بسيدنا محمد وانه مسلم وانه حارب البابا في روما عداء الإسلام وراح قعد مع السوفيين وبقى يخش معهم الحضرات بتاعتهم ومصريين حبوه لانه نحك عليهم لانه عارف ازاي تخش المصريين تنصب عليهم ما تخشش بقلبك تخشش صريح كده اضحك عليهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر